صفاء حراني فلسطينية تصنع الصابون والإكريمات الجسم والبشرة من خلاصة الأعشاب وحليب الماعز لتنتج اليوم خمسين صنفا تقريبا من الصوابين التي تلقى رواجا في فلسطين وخارجها من مطبخ منزل ريفي صغير في قرية العطارة جنوب غرب جنين إلى شركة سوفت دروب رحلة عمل خمس سنوات من البحث والدراسة إلى صناعة الصوابين من خيرات الأرض الفلسطينية الزاخرة دون الحاجة لاستيرادها أو حتى شرائها صفاء خريجة اللغة الإنجليزية كانت تعلم أنها لن تعمل في شهادتها وسينمو شغف الطفولة لديها في معرفة ودراسة نباتات ولكنها استغلت شهادتها بذلك من خلال إقراءة وتدوين المراجع الأجنبية ولقت الدعم من الخبراء والأطباء لتنشر منتجاتها في دول أوروبية وعربية أنا بدأت فكرة المشروع عندي من خمس سنوات تقريبا يعني كفكرة وتدوين ذاتي ودراسي ذاتية ومحد بيعرف إيش أنا بعمل يعني أجمع شغلات محدة بيعرف ليش أدرس عن شغلات أسأل عن شغلات حتى بسأل ستي ما بستدفه شوء اللي عندها بسأل حج كبير في السن ما بستدفه إيش اللي عنده ما استدفهت ولا أي معلومة أجتني من بره مهما كانت كانت مغلوطة أو كانت صحيحة وجمعتهم وحاولت أدرس عنهم أكثر يعني حاسس أنه الإشي بخليك تتقدم أكثر وقد أنت تدرسي عنه ويكون في عندك تفرغ للفكرة يعني أكثر فكرة واحدة وتبلش تشتغل عليها وبعدين منطلق الأفكار الثانية حليب الماعز المزة التي جعلت من منتج الصفاء رائدا وغنيا ونجما فلسطينيا في مجال الطب البديل وجعلت امتقات الزبائن طموحا مرسوما لصفاء لتبحث عن كل جديد يحتاجونه وخطوة نحو تجارة عادلة في استغلال خيرات الأرض ثقة الناس أجدت بالتجربة يعني في ناس مثلا أنا وزعت لهم عينات مجانية أنهم يبلش يستخدموا منتج معين أنا سبق استخدمت وصوثقهم أنك أنت استخدمتي فمش معقول تعطيني إشيء أنت ممكن ضرك فبلشوا يجربوا فيه وكان فيه نتائج كثير رائعة على سبيل المثال مثلا فيه صبية كثير أنا بذكرها في المقابلات أنه صبية كان عندها حب شباب كثير كثير مش طبيعي فلما استخدمت قطعة الصابون هي كانت تدفع مبالغ على أدوية وكانت تعرضها للضرر فاستخدمت قطعة الصابون حليب الماعز وكانت كثير نتائج رائعة جدا فهي يخلى المحيطين اللي حواليها مثلا يثقوا في هذا القطعة أتمنى أنه في يوم الأيام يكون في عندي هي الشركة تأسست الحمد لله بس يكون عندي مصنع ممكن أشغل فيه أيدي عامل كثير من الشباب الفلسطينيين والصبايا الفلسطينيات العاطلين عن العمل وكمان أنه سمعة المنتج الفلسطيني توصل إلى العالم كلياته مثل ما إحنا بناخد ماركات من بره ومندخلها لهون إنه يكون منتجنا الفلسطيني كمان بره براند وماركة الكل بيفتخر فيها كشعب وحتى أوروبيين نفسهم مشروع سوفت دروب تسعى صاحبته إلى مسجل أصالة الفلسطينية بإبداع الشباب وطاقاته الكامنة في ابتكار مشاريع ترفع المستوى الاقتصادي والحفاظ على التراث القائم على الموارد الطبيعية والبشرية لتلفزيون الفجر الجديد تسنم قشوع